أحاول أن أختصر الكلام وأن أسلط الضوء على مسألتين المسألة الأولى جواب لسؤال هل نحن في عصر قريب من عصر فتنة السفياني من عصر ظهور السفياني والأمر الثاني الذي سأتناوله موقف المؤسسة الدينية الشيعية من إمام زماننا وموقف إمام زماننا من هذه المؤسسة الدينية في وقت ظهوره الشريف بشكل مجمل سأسلط الضوء على الأحاديث والروايات وإلا فالتفصيل يحتاج إلى وقت أكثر لكنني لا بد أن أتناول هذا الموضوع كي تكتمل صورة البرنامج وإلا فسيبقى الحديث ناقصا أما المسألة الأولى هل نحن في عصر قريب من فتنة السفياني قطعا هذه القضية لا يمكن الحديث عنها بنحو قطعي هذا أمر لا يعلمه إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثلما تناولت المسائل والمطالب السابقة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية على نحو الاحتمال فإنني سأتناول هذه المسألة على نحو الاحتمال تقدم في الحلقات الماضية أن السفياني حين يظهر هناك سلطة عباسية مفككة ضعيفة العباسيون قد تفرقت كلمتهم والذي يبدو أن هذه الحكومة في العراق ربما تكون في الجزيرة العربية ربما ولكن القراءن والملابسات التي تحيط بالموضوع يبدو أن هذه السلطة وهذه الحكومة في العراق يعني حين ظهور السفياني هناك سلطة عباسية في العراق بحسب الروايات أن هذه السلطة العباسية إنما يأتي حكمها بعد انقضاء الحكم الأموي بعد انقضاء الحكم المرواني هكذا بيّنت الروايات والأحاديث عن أهل بيت العصمة لو كان هناك متسع من الوقت لا أوردت لكم الروايات والأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع بكل تفاصيلها في الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار رواية يمكن أن تشكل لنا نقطة ضوء في البحث في هذه المسألة كما قلت هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار صفحة 114 والرواية هنا ينقلها الشيخ المجلسي عن الصحيفة الرضوية كتاب قديم هذا الكتاب ألف في زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حيث جمعت فيه أحاديث أحاديث مختلفة عن إمامنا الثامن معروف بالصحيفة الرضوية معروف بصحيفة الرضا الشيخ المجلسي ينقل هذه الرواية عن الإمام الرضا عن آبائه عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين الكلام من قول عن إمامنا السجاد في زمن الإمام السجاد كانت كربلاء صحراء خالية كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره نحن كنا نفهم هذه الرواية قبل سقوط النظام الصدامي وقبل الأحداث التي جرت بعد 2003 كنا نفهم هذه الرواية قطعا على نحو الاحتمال لا يمكن لمطلع على الأحاديث أن يفهم هذه المطالب بالنحو القطعي كنا نفهم هذه الرواية على أنها مرتبطة بزمان نهاية الدولة الأموية والتي انتهت سنة 132 باعتبار بعد 132 كانت هناك فسحة لبعض الشيعة أن يقطنوا قريبا من كربلاء وكانت هناك فسحة للشيعة أن يذهبوا لزيارة الحسين بشكل علني وبعد ذلك قمعوا في الزمن العباسي أيضا ولكن إذا أردنا أن نطبق هذه الرواية بشكل دقيق لا تنطبق على ذلك العصر حينما يتحدث الأئمة عن المستقبل وحتى المتنبئون حين يتحدثون عن المستقبل لا يستطيع الإنسان أن يحكم على هذا الكلام بكل تفاصيله أو أن يفهم المعاني بكل تفاصيلها يبقى الأمر موكولا للزمان الزمان يفسر الكثير والكثير من هذه المطالب كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره هذا المضمون لم يتحقق ربما حتى قبل مئتين سنة إذا أكملنا الرواية قصور قصور بمعنى القصور وأسواق أسواق بالمعنى الكامل لم يتحقق إلا في زماننا هذا إذا أكملنا الرواية فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق يسار سير حتى يسار إليه من الآفاق الآفاق المناطق المختلفة المناطق المختلفة في العراق أو المناطق المختلفة من خارج العراق هذا المضمون لم يتحقق بشكل واضح وصريح وجلي إلا بعد 2003 بنيت بيوت وكانت أسواق قبل 2003 صحيح ولكن في أي فترة في العقود القريبة نحن إذا أردنا أن نرجع إلى مئة سنة ما كانت كربلاء بهذه الصورة كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق أنتم ماذا تقولون؟ هذه العلامة متى تحققت في سابق الأيام؟ لم تتحقق بهذا الشكل الكامل إلا بعد 2003 2003 بالتاريخ الميلادي ثم ماذا يقول إمامنا السجاد؟ وذلك عند انقطاع ملك بني مروان يعني أن هذه التفاصيل تحدث متى عند انقطاع ملك بني مروان؟ عند انقطاع يعني في نفس الفترة ينقطع ملك بني مروان وتحدث هذه الأمور هذا التفصيل لم يحدث إلا بعد انقطاع النظام الصدامي البعثي التكريتي المجرف قبل هذا حين كنا نقرأ في الروايات هناك نظام أموي وهناك نظام عباسي كنا نقول النظام الأموي يقصد منه النظام العارفي خصوصا حكومة عبد السلام عارف والنظام العباسي يراد منه النظام البعثي هذه النقطة سأتركها إلى برنامج العيد لأنني لو دخلت فيها سينتهي وقت البرنامج ولا أكون قد بينت شيئا هذه النقطة سأتركها إلى برنامج العيد لكن نحن والرواية الرواية واضحة جدا قصور تشيد حول قبر الحسين أسواق تحف به من كل مكان تحيط به والناس تسير إليه من الآفاق هذه الصورة لم تتكامل إلا بعد 2003 يتجلل معنى واضحا في مدينة كربلا وفي مسيرة الأربعين في زيارة الأربعين وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هذه الرواية هذه الرواية كما قلت قرأتها لكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار طبع الدار إحياء التراث العربي نقلها الشيخ المجلسي عن الصحيفة الرضوية رواية ثانية بنفس المضمون أقرأها عليكم بعد الفاصل نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هذا هو الجزء الحادي والأربعون من بحار الأنوار والشيخ المجلسي هنا ينقل لنا الرواية عن كتاب آخر عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه الرواية مروية عن إمامنا الرضا عن آبائه عن سيد الأوصية الرواية السابقة كانت مروية عن إمامنا السجاد هذه الرواية هنا مروية عن سيد الأوصية يعني قبل واقعة كربلا بينما تلك الرواية بعد واقعة كربلا ماذا يقول سيد الأوصية كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان نفسه المضمون ولكن هناك معنى جاء في هذه الرواية لم يكن قد أتى في الرواية التي مرت علينا قبل قليل وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين المحامل المحمل هو الذي يركب على النياق ويجلس فيه المسافرون في الغالب تجلس فيه العوائل النساء ولكن المرفهون والسلاطين والأمراء كانوا يجلسون في المحامل التي تحمل على ظهور الإبل وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين وسائل نقل مرفهة مريحة لم يكن الشيعة يفعلون ذلك في زمان بني أمية لأنهم يذهبون إلى زيارة كربلاء خوفا متخفين وحتى في الزمن العباسي خصوصا وأن الرواية تتحدث عن قصور تشيد حول قبر الحسين فمتى شهدت هذه القصور لا في العصر الأموي الأول الذي انتهى سنة مية واثنين وثلاثين للهجرة بخلافة وبحكومة مروان الحمار آخر خليفة أموي ولا حتى في الزمن العباسي شهدت قصور فالرواية تتحدث عن تشييد قصور وعن خروج المحامل وسائل النقل المريحة المرفهة من الكوفة إلى كربلاء في زمان يسار إلى الحسين من الآفاق والتفتوا إلى هذه النقطة التفتوا إلى هذه النقطة أكثر المسافرين الذين يذهبون إلى زيارة كربلاء إن كان من داخل العراق أو الذين يأتون من خارج العراق يذهبون إلى النجف وبعد ذلك بعد أن يزوروا النجف والكوفة أيضا ثم يتوجهون بعد ذلك إلى كربلاء أما في زماننا هذا فالمطار أين؟ المطار موجود في النجف الطائرات تحط في النجف يزورون النجف يزورون الكوفة وبعد ذلك يتوجهون بالمحامل بالسيارات إلى كربلاء فالرواية تتحدث عن سير من الآفاق ويسار إليه من الآفاق وتتحدث عن سير وسائل النقل المرفه المحامل من الكوفة إلى كربلاء متى وذلك عند انقطاع ملك بني مروان أعتقد أن هذه الأوصاف تنطبق بشكل واضح جدا على الأحداث التي جرت بعد 2003 بعد سقوط النظام الصدامي الذي يبدو من هاتين الروايتين التعبير عن النظام البعثي بملك بني مروان السلطة العباسية تأتي بعد انحسار وانقطاع ملك بني مروان قد ينطبق هذا الكلام على النظام الموجود الآن في العراق وقد لا ينطبق ربما الحديث عن نظام عباسي سيكون في قابل الأيام الكلام كله احتمالات نحن لا نملك معطيات حقيقية توصلنا إلى النتائج النهائية لكن تلاحظون في هاتين الروايتين الرواية الأولى المروية عن إمامنا السجاد والثانية المروية عن سيد الأوصية هاتان الروايتان تتحدثان عن واقع نحن عايشناه منذ 2003 وإلى يومنا هذا وقد انقطع الملك الصدامي وهو ملك مرواني سفياني هناك رواية ذكرها السيد ابن طاوس في كتابه الملاحم والفتن وللأسف طبعات الملاحم والفتن مشحونة بالأخطاء والتصحيف والتحريف ومن بينها هذه الطبعة المطبعة ثامن الحجج الملاحم والفتن صفحة 25 هو ينقل الرواية عن كتاب الفتن لابن حمات وهو من كتب المخالفين وإن كان المخالفون يضعفون هذا الكتاب لماذا؟ لأنه يشتمل على أحاديث كثيرة مروية عن سيد الأوصياء وعن ولده عن علي وآل علي لذلك المخالفون يضعفون هذا الكتاب يمدحون المؤلف ولكنهم يطعنون في حديثه نحن نتعامل مع الروايات التي وردت في كتب المخالفين نتعامل معها كما نتعامل مع سائر النبوآت كلام يتحدث عن المستقبل خصوصا وهذا الكلام لم يكن منقولا عن النبي الأعظم ولم يكن منقولا عن أحد من المعصومين ولكنه يتحدث عن شيء مستقبلي الرواية الموجودة في صفحة خمسة وعشرين رواية مضطربة ملك بني أمية ما نقاط من ذلك نيف وستون عاما لا يذهبوا ملكهم حتى ينزعوه ثم يريدون شده فلا يستطيعونه كلما شدوه من ناحية انهدم من ناحية يفتحون بميم ويختمون بميم ولا يذهبوا ملكهم حتى يخلع خليفة منهم بقتل ويقتلوا جملاه ويقتلوا جملاه ويقتلوا أو ويقتلوا ويقتلوا جمل الأصهب مروان ثم ينقطع ملكهم وعلى يديه هدم الإكليل أنا أورت هذه الرواية لكي آتيكم بمثال على التحريف وهناك روايات كثيرة حرفت وحينما تحرف الروايات تضيع المعاني إذا أردنا أن نرجع إلى المصدر هذا هو المصدر الأصل الفتن لنعيم بن حمات مكتبة الصفة هذه الطبعة التي بين يدي ميدان الأزهر القاهرة الطبعة الأولى 2003 ميلادي صفحة 114 رقم الحديث 515 أقرأ عليكم الحديث الذي جاء في المصدر الأصل فهو واضح جدا هنا ملك بني أمية مئة عام هنا ملك بني أمية ما نقاط ملك بني أمية مئة عام هنا في الملاحم والفتن من ذلك نيف وستون عاما لبني مروان من ذلك نيف وستون عاما لا يذهب ملكهم حتى ينزعوه بأيديهم يريدون شده فلا يستطيعون كلما شدوه من ناحية انهدم من ناحية لو كان هناك مجال لحدثكم عن الأحداث التي جرت في آخر العصر الأموي والصراع الخفي الذي قاده العباسيون مع الأمويين في مواجهة الأمويين يفتتحون بميم ويختتمون بميم ولا يذهب ملكهم حتى يخلع خليفة منهم فيقتل ويقتل حملاه بينما هنا في الملاحم والفتن للسيد ابن طاوس ويقتل جملاه ويقتل جملاه لا معنى لها يعني ويقتل بعيراه ويقتل حملاه الكلام يكون له معنى واضح ويقتل ويقتل حملاه مكتوب هنا في الملاحم والفتن ويقتل جمل الأصهب مروان بينما هنا ويقتل حمار الجزيرة الأصهب حمار الجزيرة إذا أردنا أن نرجع إلى أحاديث الملاحم والفتن في كتب المخالفين حمار الجزيرة هو اسم لقائد يكون خارجا على حاكم الشام ويقتل حمار الجزيرة وربما قد يفهم من بعض الروايات أن المراد بحمار الجزيرة هو السفياني أنا الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الأحاديث كلمة مروان وضعت بين شارحتين وضعت بين خطين لأنها ليست موجودة في كل النسخ ثم ينقطع ملكهم وعلى يديه هدم الأكاليل مكتوب هنا وعلى يديه هدم الأكليل نترك ما جاء في الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس واضح النسخة محرفة والحديث مضطرب جدا نقف نقف ما جاء في كتاب الفتن لابن حمات ما الذي جاء في الكلام قطعا الكلام لم يكن منسوبا إلى رسول الله ربما هو من الأحاديث التي يتناقلونها عن رسول الله لكن هنا مباشرة حدثنا عبد الله ابن مروان عن أرطات ابن المنذر قال حدثني تبيع ابن امرأة كعب قال ملك بني أمية مئة عام هناك الكثير من التنبؤات انتشرت بين المسلمين وصلت من طريق اليهود ففي كتب اليهود أيضا هناك نبوآت دينية في كتب النصارى كذلك على أي حال ملك بني أمية مئة عام كيف حسبت لا ندري إذا أردنا أن نحسب من بداية خلافة معاوية إلى سقوط الدولة الأموية معاوية سنة واحد وأربعين صارت الهدن فيما بينه وبين الإمام الحسن واحد وأربعين للهجرة وصار خليفة على المسلمين ومروان الحمار سقطت خلافته مئة واثنين وثلاثين إذا أردنا أن نحسب وهذه الحاسبة مئة واثنين وثلاثين ونحذف منها واحد وأربعين واحد وتسعين سنة فما المراد ملك بني أمية مئة عام يبدو أنه هناك لحاظ معين أخذ نحن إذا قرأنا في أحاديث أهل البيت في بعض معاني أن ليلة القدر خير من ألف شهر كيف أن ليلة القدر خير من ألف شهر عندنا روايات عن المعصومين تقول إن المراد من ألف شهر هو حكم الأمويين فليلة القدر ليلة لأهل البيت ولشيعتهم هي خير للشيعة من كل الحكم الأموي الآن إذا كان الحساب إذا كان الحساب من بداية خلافة معاوية سنة واحد وأربعين إلى نهاية حكم مروان الحمار 132 91 سنة بالحساب الهجر القمري بينما إذا أردنا أن نقسم ألف شهر على 12 يكون الناتج 83 هذه ألف شهر إذا قسمناها على 12 يساوي 83 فاصلة 3 ألف شهر 83 فاصلة 3 فكيف فكيف تقول الروايات بأن ليلة القدر خير من ألف شهر والمراد حكم بني أمية الروايات ناظرة إلى هذه الجهة معاوية لم يستقر في الحكم حتى قتل الإمام الحسن الإمام الحسن متى استشهد استشهد سنة 49 إذا أردنا أن نطرح 49 من 132 سنة سقوط الدولة الأموية الناتج يكون 83 بالضبط طبعا هذا الحساب حساب إجمالي وإلا الشيعة حسبت الأشهر من شهادة الإمام الحسن إلى ثرار وخروج مروان الحمار ألف شهر بالضبط أنا لماذا جئت بهذا المثال أريد أن أقول بأنه بعض الأحيان الكلام يكون ناظر إلى جهة مثل ما هذه الروايات التي قالت بأن ليلة القدر خير من ألف شهر المراد الحكم الأموي لكن إذا أردنا أن نحسب الحكم الأموي من بداية خلافة معاوية يعني بعد الهدنة مع الإمام الحسن مباشرة لا يكون الحساب صحيحا لكن إذا حسبناها من شهادة الإمام الحسن لأن معاوية لم يستقر في الحكم ولم يستقر الحكم الأموي حتى استشهد إمامنا الحسن فما بين شهادة الإمام الحسن وسقوط الدولة الأموية بالضبط 83 سنة وثلاثة أشهر يعني ألف شهر وقد حسبها الشيعة وبعض المؤرخين صرح بذلك حسبوها بالليالي والأيام فبالضبط من شهادة الإمام الحسن إلى سقوط الدولة الأموية فهنا الحديث ملك بني أمية مئة عام هذه الصورة لا تتضح إلا إذا نستمر في الكلام لبني مروان من ذلك نيف وستون عاما نيف كم هو المراد بالضبط ستة وستين سنة لماذا إذا نحسب متى جلس متى جلس مروان ابن الحكم على عرش الخلافة بالتأريخ الميلادي بالضبط سنة سنة ستمية واربعة وثمانين وسقوط الدولة الأموية كان سنة سبعمية وخمسين لأنه يبدو أن الحساب هنا بالميلادي لبني مروان من ذلك نيف وستون عاما إذا نحسب ها بالميلادي سبعمية وخمسين السنة التي سقطت فيها الدولة الأموية ما يعادل مية واثنين وثلاثين هجري سبعمية وخمسين إذا حذفنا منها ستمية اثمانين اربعة وثمانين بالضبط ستة وستين سنة ستمية واربعة وثمانين جلس مروان ابن الحكم على عرش الخلافة وسقطت الخلافة الأموية سنة سبعمية وخمسين إذا حذفنا من سبعمية وخمسين ستمية واربعة وثمانين يكون عندنا ستة وستين سنة والكلام هنا يتحدث لبني مروان من ذلك نيف وستون عاما نيف وستون عاما حدود ستة وستين سنة لا يذهب ملكهم تستمر الرواية إلى أن تقول يفتتحون بميم ويختتمون بميم إما المراد يفتتحون بميم الدولة الأموية بدأت بمعاوية بميم أو الملك المرواني أيضاً بدأ بميم وهو مروان ابن الحكم ويختتمون ويختتمون بميم هنا يأتي افتراض أن الحديث عن صدام هنا احتمالات هذه ويختتمون بميم وميم هي آخر حرف في اسمه إذا نستمر مع الحديث ماذا يقول ولا يذهب ملكهم حتى يخلع خليفة منهم من بني مروان فيقتل ويقتل حملاه حملاه يعني ولديه الحم يعبر به عن الولد ويقتل حملاه لأنه قطعاً ليس المراد يقتل حملاه أن عنده خراف وهذه الخراف تقتل ما معنى ذلك والنسخة الموجودة في الملاحم والفتن ويقتل جملاه ما معنى يقتل جملاه لا معنى لذلك أن يقتل ويقتل حملاه ثم الحديث ويقتل حمار الجزيرة الأصهب وفي الروايات عندنا أن السفياني هو الذي يقتل الأصهب والأصهب هو حاكم الشام هل هو الحاكم الحالي الأصهب من أسماء الأسد أحد ألقاب الأسد أحد أوصاف الأسد الأصهب والأصهب أيضاً هو قد يعبر عنه في كلام العرب وصف قريب إلى الشقرة وقد ينطبق هذا على حاكم الشام الحالي ربما كل ذلك احتمالات إذا أردنا أن نحسب من مجيء البعثيين 1968 إلى 2003 نحن عندنا 66 مدة حكم المروانيين إذا أردنا أن نطرح من 2003 1960 1968 35 سنة لكن 35 سنة متى بدأت سنة 68 بدأت شهر السابع سنة 2003 الحكم الصدامي سقط ما بين الشهر الثالث والرابع يعني هناك سنة غير محسوبة ف35 يكون 34 إذا أضفنا 34 إلى 66 هذه 100 سنة بالضبط مثل ما ورد في هذه النبوء والتي تتحدث كما يبدو عن الملك المرواني لأن هذه النبوء أشارت إلى بني مروان بنحو خاص أشارت إلى بني أمية بنحو عام ثم تحدثت عن بني مروان بشكل خاص فيمكن أن تكون هذه المعاني مرتبطة بنفس بني مروان الذين أشارت إليهم الروايات السابقة الرواية عن إمام السجاد والرواية عن سيد الأوصياء من أنه يسار إلى الحسين من الآفاق بعد أن تشيد القصور وينتقل الناس من الكوفة إلى كربلاء بالمحامل والأسواق تحف قبر الحسين وذلك عند انقطاع ملك بني مروان فإذا جمعنا بين مدة بني مروان الأولى وبين مدة البعثيين من 68 إلى 2003 مجموعة التاريخ يكون بالضبط بالضبط يكون مئة سنة ونذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أنتقل الآن إلى النقطة الثانية ما يرتبط ب موقف المؤسسة الدينية في وقت الظهور لا أتحدث عن هذا الزمان موقف المؤسسة الدينية الشيعية قطعا ما يحدث الآن له ارتباط بذلك الموقف وما هو موقف إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بالمجمل دعوني أذكر لكم الخلاصة الخلاصة التي تستنتج من أحاديث أهل البيت أن موقف الإمام من المؤسسة الدينية سيكون شديدا جدا وموقف المؤسسة الدينية سيكون معاديا للإمام صلوات الله وسلامه عليه بحيث يطلبون قتله من يريد أن يرفض هذا الكلام أقول أعطونا روايات أحاديث حتى لو كانت ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال تقول بأن موقف الإمام من المؤسسة الدينية الشيعية وموقف الفقهاء والمراجع موقف حسن وممدوح لا توجد روايات هكذا الروايات الموجودة تتحدث عن موقف شديد من الإمام اتجاههم وعن موقف كفر وضلال من قبلهم اتجاه الإمام وحتى الذين يدخلون تحت رايته فهم منافقون كما يبدو من خلال الروايات قطعا توجد قلة ولكن هذه القلة لقلتها لم يذكر لها شأن في أحاديث أهل البيت هذه رواية يرويها لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا صادق والرواية أقرأها من رجال الكشي صفحة 299 رقم الحديث 533 عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله من هم كذابوا الشيعة من هم كذابوا الشيعة الدلالون يعني دلالوا البيوت كذابوا الشيعة سائقوا سيارات من هم كذابوا الشيعة الموظفون في الدوائر المختلفة مثلا في وزارة الصناعة من هم كذابوا الشيعة الذين الذين يبدأ بهم الإمام فيقتلهم الزعامات الزعامات الدينية وزعامات السياسية هؤلاء هم كذابوا الشيعة قال قال سمعت أبا عبد الله يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله قطعا من هم أخطر الكذابين سيبدأ بأخطر الكذابين أخطر الكذابين هؤلاء الذين جاء ذكرهم في رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقسون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هؤلاء مراجع تقليد شيعة فالإمام يبدأ بقتل هؤلاء لأن هؤلاء هم الأكثر خطرا هؤلاء هم الأكثر كذبا لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله وهؤلاء هم أخطروا كذابي الشيعة الإمام ماذا يقول عنهم يقول بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد جيش يزيد أضر من السفياني أو كالسفياني يعني هؤلاء أضر من السفياني فكيف لا يبدأ بهم الإمام قطعا الإمام سيبدأ بهم ولأنهم يعرفون موقف الإمام منهم لذلك سيكونون في صف السفياني لهذا السبب يعرفون موقف الإمام منهم فإن يذهبون فيذهبون مع السفياني كما مرت علينا الروايات ويقولون له ارجع لا حاجة لنا بك الإيضاح للفضل ابن شاذان والرواية عن إمامنا الباقر محمد ابن مسلم ينقل عن الإمام الباقر لو قد قام مقائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا ينتحلون يعني يعتقدون من الشيعة ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم البداية من هنا من هم هؤلاء الآن ما بينوا لنا ذلك قالوا إن ممن ينتحل هذا الأمر التشيع ليكذب ويكذب ليكذب حتى لا يحتاج الشيطان إلى كذبه هم هؤلاء الكذابون نفسهم هؤلاء مراجع تقليد شيعة كذابون يكذبون على أهل البيت وهؤلاء الأكثر عددا في المؤسسة الدينية الشيعية على طول التأريخ الإمام صادق يتحدث عن عصر الغيبة وأنا هنا أتحدث عن عصر الظهور لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب يكذب حتى لا يحتاج الشيطان إلى كذبه وإن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال قال بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا هؤلاء هم الذين يقصدون بهذا التعبير بدأ بالذين ينتحلون حبنا هؤلاء هم المراجع هم القادة قادة الدين علماء الدين لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم أنا أقرأ هذه الرواية من معجم أحاديث الإمام المهدي وهذا المجلد الرابع صفحة 474 رقم الحديث 845 منقول عن الإيضاح للفضل ابن شاذان صفحة 208 و209 لماذا يبدأ إمامنا بهؤلاء الروايات تحدثنا هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار وهذه الرواية هنا ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب الكافي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة جدا أذهب إلى موطن الحاجة في صفحة 258 من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار ماذا يقول إمامنا الصادق ورأيت الفقيه يتحدث عن زمان الغيبة في أحداث ما قبل الظهور ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يعني هذه السمة العامة الغالبة في الفقهاء هذه السمة العامة الغالبة ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين لماذا يطلب الدنيا والرئاسة يتكالبون عليها كما قال الإمام هنا يتكالبون على حطام الدنيا وحرامها كيف بإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة ورأيت الناس مع من غلب مع القوي ورأيت طالب الحلال يذم ويعير وطالب الحرام يمدح ويعظم من هو طالب الحلال مصداق من المصاديق الذي يلتزم بتوقيع الإمام الحج وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الذي يتمسك بهذا الناس هو هذا الذي يذم ويعير والذي يذهب بخلافه هو هذا الذي يمدح ويعظم لأن القضية مرتبطة بالفقيه قضية الحلال والحرام بالنسبة للفقيه إن تكون هنا هل عنده شركة السيارات عنده صندوق استثماري الحلال والحرام مرتبط بالأموال الشرعية ورأيت ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة ورأيت الناس مع من غلب مع القوي من الفقهاء ورأيت طالب الحلال يذم ويعير وطالب الحرام يمدح ويعظم إلى أن يقول الإمام ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر لأن هذا من الدين فحينما يكون الدين وسيلة للتكسب خرج الدين عن معنى وهذا ينطبق أيضا هذا الكلام ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر هذا ينطبق أيضا على خطباء المنبر الحسيني وعلى الرواديد وعلى الشعراء هؤلاء الذين جعلوا منبر الحسين وسيلة للتجارة وللتكسب ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر إذا يريد من يتفيقه برأسي فيقول بأن الحديث هنا عن الأذان والصلاة باعتبار أنها واجبة الأذان ليس واجبة الصلاة واجبة والكلام ما رأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر المراد صلاة الجماعة وإلا لا يخذ الإنسان أجرا على صلاته التكليف الشخصي فصلاة الجماعة أيضا مستحبة والأذان مندوب ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر في نفس هذه الأجواء في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه لماذا لأن تفاسير القرآن مأخوذ من المخالف لأن قراءة القرآن مأخوذ من المخالف وما قاله أهل البيت عن القرآن رفضه علماؤنا ومراجعنا فلم يبقى إلا الرسم سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه وكذلك الإسلام الإسلام بتعريف أهل البيت شيء والإسلام بتعريف المؤسسة الدينية الشيعية شيء آخر يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى المساجد بيد من بيد المؤسسة الدينية في كل مسجد وكيل فقهاء ذلك الزمان كل هذه المنظومة مرتبطة مرتبطة بهؤلاء الفقهاء سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى عامرة بالناس عامرة بالأصوات عامرة بالفكر المخالف عامرة بالمجالس المشحون بالفكر المعادي لفكر أهل البيت الأصيل فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود هذا الكلام كله في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وهذا مكارم الأخلاق للطبرس هذه الطبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 450 قبل أن نذهب إلى وصية النبي لابن مسعود نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في مكارم الأخلاق للشيخ الطبرس صفحة 450 من وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لابن مسعود يابن مسعود يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه مثل القابض على الجمر بكفه فإن كان في ذلك الزمان ذئبا وإلا أكلته الذئاب يابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة يابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة نقف عند هذه العبارة قليلا خونة فجرة نذهب إلى وصية إمامنا باب الحوائج لعلي بن سويد السائي ماذا قال له وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين إلى آخر الكلام إن تعديت شيعتنا أخذت دينك عن الخائنين الذي يأخذ عن الخائنين إما هو خائن وإما أحمق حمار وإلا كيف يأخذ عن الخائن هذه الوصية خرجت في آخر وقت في آخر لحظات من حياة إمامنا باب الحوائج خرجت من طامورته من طامورة السندي بن شاهك إلى علي بن سويد السائي لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم مؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنة ولعنة شيعة إلى يوم القيامة من يأخذ من هؤلاء خائن أو ليس بخائن خائن من يأخذ من هؤلاء الذين يستحقون كل هذا اللعن خائن أو ليس بخائن ماذا تقولون أنتم هذا الذي هكذا يقول عنه إمامنا الصادق يتعلم بعض علومنا الصحيحة ثم يضيف أضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن منها براء يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه يابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم أتباع هؤلاء الفقهاء الخونة الفجرة وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم كل هؤلاء في نفس الخانة يابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجر ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله يعني وهؤلاء كلهم كذلك هم أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم هؤلاء الفقهاء الخونة الفجرة مع أتباعهم مع من يأتيهم مع من يأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم هذا المضمون هو هو وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال من جيش يزيد مع الحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب يضلونهم يحولونهم إلى أشرار نهايتهم هي هذه أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذه هي الصنمية في أوضح صورها صم بكم عمي إياك أن تنصب رجلا فيما بينك وبين الله دون الحجة فتصدقه في كل ما قال تكون أصم أبكم أعمى صم بكم عمي فهم لا يرجعون ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم كيف عمياً وبكماً وصم لأنهم كانوا في الدنيا صنميين فيأتون صنميين في الآخرة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكادوا تميزوا من الغيض كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها موجودة هنا عبارة وقيل لهم هذه ليست موجودة في المصحف إما خطأ من النساخ أو أن النبي صلى الله عليه وآله قطع الكلام للتوضيح وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق في المصحف وذوقوا عذاب الحريق لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يا ابن مسعوت يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي ماذا يقول عنهم إنهم مني براء وأنا منهم بري هؤلاء هم هم هؤلاء نفسهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويكذبون أضعاف وأضعاف ذلك الإمام يقول التي نحن براء منها ويقدمونه للشيعة فتقبله الشيعة على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم يا ابن مسعوت يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي وحين يقول قائل يا جماعة منهاج أهل البيت هذا الشيعة ترفضه لماذا صم بكم عمي يا ابن مسعوت يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي إنهم مني براء إنهم مني براء وأنا منهم بريء يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملأ في الأجواء العامة في الساحات العامة في المهرجانات يعني لا تحضروا مجالسهم يعني لا تحضروا ندواتهم يعني لا تذهبوا إلى مراكزهم لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعهم في الأسواق المعاملة معهم خطيرة خطيرة كذابون يخدعونكم وأموالهم حرام لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعهم في الأسواق ولا تهدوهم إلى الطريق حتى لو سألوكم أين الطريق لا لا ترشدوهم ولا تهدوهم إلى الطريق ولا تسقوهم الماء لو طلبوا الماء لا تسقوهم ولا تسقهم الماء الماء يعطى للحيوانات لكن لا يعطى إلى هؤلاء ولا تسقهم الماء قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يقول الله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب يا ابن مسعود ما بلوى أمتي منهم ما هي بلوى الأمة العداوة والبغضاء والجدال أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم والذي بعثني بالحق ليخسفن الله بهم ويمسخهم قرد وخنازير مسخ باطني هذا قال فبكى رسول الله وبكينا لبكائه وقلنا يا رسول الله ما يبكيك فقال رحمة للأشقياء للأشقياء الذين سيضلونهم هؤلاء أشقياء لأن عاقبتهم إلى النار فقال رحمة للأشقياء لأتباعه بعد ذلك النبي ماذا يقول يقول الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب بحسب أحاديث أهل البيت هذه الآية مفسرة في الصيحة في الصيحة التي هي من العلامات المحتومة في صيحة الشهر رمضان روايات عديدة عنهم صلوات الله عليهم في هذه الآية ولو ترى إذ فزعوا التي عبر عنها في بعض الروايات بالفزعة الصيحة نفس التعبير القرآني الفزعة لأن النائم يستيقظ وتفزع الفتاة من خدرها تخرج من بيتها الناس تخرج بسبب الصيحة فأطلق عليها الصيحة والفزعة ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب أخذوا من مكان قريب من هم هؤلاء النبي يقول يعني العلماء والفقهاء هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الوصية من النبي الأعظم من ابن مسعود لنا وهذا هو الكتاب مكارم الأخلاق صفحة 450 451 هؤلاء الفقهاء الخونة حقيقتهم قرد وخنازير ويمسخهم قردة وخنازير هذا حديث رسول الله ما هو كلامي وأنا أتحدث عن الزمن القريب من ظهور إمام زماننا وكيف أن هؤلاء القرد والخنازير سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وتلاحظون التعابير هي هي حتى القرد والخنازير القرد والخنازير هذا الوصف هو أقصى ما يمكن أن يوضح به رسول الله كلامه وإلا كلام الإمام الصادق حين يقول هم أضر من جيش يزيد فجيش يزيد ألعن من القرد والخنازير تريليونات المرات وهؤلاء مراجع تقليد شيعة هم أضر من جيش يزيد ولكن هذه اللغة محدودة والكلام يؤتى به بحسب سعة اللغة وسعة المفردات التي يتعامل معها الناس والتي يمكن من خلالها إيصال فكرة معينة أيضا ماذا يحدثنا الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفترة المقاربة لظهور إمام زماننا وقل الفقهاء الهادون وهم قلة مثل ما قال إمامنا الصادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه فللعوام من أن يقلدوا ماذا قال قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعه النبي الأعظم نفس الشيء يقول وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة والخونة هؤلاء الخونة الذين يأخذون عن الخونة يا ابن سويت لا تأخذ النمع لمدينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت عن الخائنين وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة والخونة وقت البرنامج لم يبقى منه إلا القليل وبقي الكثير والكثير من الروايات ومن الأحاديث هؤلاء هم نفسهم الذين سيخرجون من الكوفة يشهرون سيوفهم في وجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه غيبة النعمان ماذا يقول إمامنا الصادق يقول إن القائمة يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لماذا لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه يتأولون عليه كتاب الله الآن نحن في حياتنا الواقعية علماؤنا ومراجعنا يرفضون حديث الأئمة في تفسير القرآن ويفسرون القرآن بحسب قناعاتهم اعتمادا على قواعد التفسير المأخوذة من المخالفين هذا المنهج لو يبقى إلى زمن الظهور سينتج علماء من هذا اللون هذا المنهج هو هو نفسه سينتج علماء ومراجع من هذا اللون الذين يتأولون كتاب الله على الإمام ويقاتلونه عليه فقهاء فجرة فقهاء خونة قردة خنازير هكذا تصفهم الروايات ملبسون كفرة العنم حرملة ماذا بقي من الأوصار هؤلاء ماذا يتوقع الإنسان منهم يحاربون الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه يتأولون عليه الكتاب وسيفترون على الإمام افتراء كبيرا وأكثر من ذلك أكثر من ذلك سيقولون ما يقولون من أسوأ الأقوال في الإمام الحج هذه البيانات ستأتينا بعض البيانات ستأتينا في حديث العيد في عيام العيد وبعض هذه البيانات ستأتينا في الحلقات القادمة بعد عيام العيد الحلقات المتبقية من برنامج الكتاب الناطق بقية المطالب إن شاء الله تعالى ستكون في برنامج حديث العيد وهناك مطالب مهمة جدا سأتناولها وأوصيكم أن تتابعوا الحلقات المتبقية من برنامج الكتاب الناطق وسأشرع فيما بقي من حلقات الكتاب الناطق بعد عيام العيد بيومين أو ثلاثة سيكون هناك إعلان على شريط أخبار القناة هذا هو تمام هذه الحلقة وهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله أتمنى أن أكون قد وضعت بين أيديكم حقائق نفعتكم أو تنفعكم في الأيام القادمة أتمنى لكم التوفيق لمعرفة إمامي زمانكم وأسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر